أسرار النجوم مع إنجي علي على النجوم في أم ونجوم في أم تي في وبنرجع مع حضراتكو والسهرة جديدة ومختلفة النهاردة معاكوا على الهوى من دلوقتي لغاية الساعة 12 وحلقة خاصة جدا ومختلفة والسپاشل أسرار النجوم لأن ماي جاست النهاردة وضفتي اللي منوراني حقيقي شخصية في كل حاجة طول عمرها من يوم ما ظهرت على الشاشة وهي لها لوك مختلف لها ستايل مختلف زي ما قلت هي كومبو جميل جدا من الجمال والتمثيل والإبداع وخفة الدم واللزازة والبساطة وبجد بجد ده حقيقي لما كانت مش موجودة وبعدت شوية عننا كانت سايبة فراغ ودلوقتي حعرف منها هل فعلا كانوا بيعودوا يقولوا أنتي فين مختفية ليه ما بتعملي إيه دلوقتي عموما تعالوا معي عشان ما نطولش نرحب بالضيفة اللي منورانا النهاردة الجميلة الرائعة النجمة ميمي جمال منوراني النهاردة وسباشل أسرار النجوم أنت اللي منورة يا أنشي حبيبتي حبيبتي ومقدمة جميلة وأسلوب حلوة أنت كلك على بعضك حلوة يا حبيبتي يا حلوة أنا بحبك أنا عايزة أقول حلوة وعجبني حكاية الكمبو اللي بتقول ممثلة كومبو بتحسي أن أنت فيك كذا حاجة أنك فعلا خليط من كذا حاجة يا مدام نيمي يعني زي ما قلت فعلا خف الدم لزازة في نفس الوقت أنسة جدا جميلة جدا بتمثلي جدا يعني فيكي توليفات مش موجودة في ستات كتير خلينا نتكلم بصراحة يعني حقولك حاجة أنا بحب قوي التمثيل بحبه والدور اللي أنا بعمله لو أنا ما حبتهش ما بعرفش عمله لو حبيته حتلاقيني لبس الفستان أو عملته مكياجي وزبطت نفسي بتحول للشخصية اللي أنا بعملها عشان حباها فتلاقيني لو عملت مثلا شعبي تلاقيني مثلا زي العتولة عاملة شعبي خالص فتحسي أنها إيه أنها جات في العتولة تحسي الست الجدة مثلا في كامل العدد فوزية دي تجنيني ومنقر ونقير مع بدرة طول الوقت فتحسي أنها شخصية مختلفة تانية في أدوار بحس أن أنا يعني ممكن ست كلاس أعمله كلاس قوي يعني أنا بحب الشغلانة دي فعشان كده بديها كل حاجة عندي القماشة بتاعت حضرتك ممكن يجي فيها حاجات كتير قوي يعني فيه ناس ممكن تتزنق في منطقة معينة وتبقى شطرة فيها بس فيه حاجات تانية ما تلقش حتى عليها ما تقدرش تتحول لها لا أنا لأ أنا عشان اشتغلت من وانا صغيرة قوي فشفت التمثيل وشفت الإخراج وشفت الناس وشفت تطور الشغلانة كلها من البداية تطور الشغلانة إزاي إزاي الممثل يندمج في شخصيته إزاي الممثل يبقى ملتزم إزاي الممثل يبقى حابب اللي هو بيعمله في ممثلين كبار يعني أنا كنت ببقى بعمل أدوار صغيرة بس طول عمري دقوبة إن أنا أبص أشوف يعني مدام فاتن حمامة ليه ليه سيدة الشاشة العربية ليه هي بتعمل إيه عشان تبقى سيدة الشاشة العربية أبقى قاعدة بصة أشوف بتمثل إزاي بتاخد ملحوظاتها إزاي بتتكلم إزاي أشوف رجدي أبصة أشوف نادية لطفية أشوف شاشة دي أشوف يعني أنا بتفرج فبقى عندي مخزون من الناس دي فشفت الأدوار دي كلها لما تقول إيه لتعملت الشخصية الفلانية دي بقول لو ميمي اتحطت في الدور ده تعمله إزاي مش أعمله إزاي فلانة لا أنا لو تحطت في الموقف الحزين ده أنا هعمله هحس بي إزاي أنا لو كنت ست مثلا حد توفى عندها أو حد أوزعلانة على حد أنا من جواي هحزن إزاي هقول ده إزاي هفرح إزاي فدايما باخد الشخصية وبركبها علي عليا عشان أقول أنا لو تحطت في الموقف ده هعمل إيه فيبقى طالع صادق ما بقاش طالع شبه حد عشان كده يورفاري يونيك عشان كده مختلفة لوحدك الحمد بالله وزي محرك قلتي ممكن مادام ميمي جمال النهاردة قدت دلوقتي في الهواء بتقول إن هي كد دايما بتقعد تشوف تشوف النجوم دي بتعمل إيه دي كده وليه دي كده فهي ده ده يدل على زكاء على أنك تكوني دقوبة طول الوقت الأجيال الجديدة النهاردة دي مسج من حضرتك إيه دارك لكل الناس اللي بتسمعنا لازم يتفرجوا ويشوفوا للأسف إن فيه أجيال النهاردة جديدة بتجهل حاجات كتيرة جدا وده اللي بيخليهم محدودين حتى في أداءهم يعني ما مش كلام حريدة كلامي أنا بس هو لازم الواحد تبقى عينه مفتوحة ويتفرج زي الأجيال اللي قبل كده وعشان كده أنتو مستمرين أنتو لسه موجودين مش كلنا يا إنجي هقولك حاجة في بعض أجيال اللي هو منهم الجيل بتاعي بيستقبروا على نفسهم إنهم بعد ما عملوا وعملوا 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 إنهم يجوا يشتغلوا بعد بعد اسم معين أو اسمين أو ثلاثة فيقول لا 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 أنا ما تحطش في الموقف ده أنا إزاي ده أنا كان وكان كان وكان وكان ده كان كان إنما أنت دلوقتي بسنك ده بوضعك ده هتشتغلي إيه هتعملي أم هتعملي خالة هتعملي عم مش هتعملي تلميذة خلاص فننسى القديم بقى ونفكر الدم الجديد الناس مخرجيني جداد اللي درسين كويس أنت بتستفيدي منهم أنت حقيقي اشتغلت مع حاجات أكاديمية فيها يعني طبعا أكتر فيها سقل سقل تقل أكتر فيها 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 بس إحنا دلوقتي فيه تطور الميكانيزم نفسه تطور الإضاءة تطورت الإضاءة دي جاية من هنا وجاية من هنا وشمسية وقفة هنا وحاجة عاملة إلا ملكيش أنت دعوة خالص بدا فبقيت حاسة أن أنا دخلة على حاجة جديدة ناس جداد ناس بيشتغلوا بأسلوب جديد بصت لنفسي بعد الشغل ما خلص فلاقيت أنه حلو حلو طب ليه أنا ما استفدش من الناس الجديدة دي ليه ما استفدش من الميكاب الجديد ليه ما استفدش من الإضاءة الجديدة إخراج الجديد ليه لا فأنا حبيت متصلحة مع نفسك قوية جدا جدا يعني كنت تتكلمي النهاردة يعني أكنك رجعت بعد فترة غياب شغلانة هي بتحبيها بس مختلفة فأنا حاسة أن يمكن اللي مخلي التقلق والشاين ده النور ده الشاينينج قوي ده أنك بتتعاملي معاها أكنك في حاجة جديدة تمام ده الإحساس اللي وصلني تمام فيه ناس كتير بيقولوا ميمي بعد ما رجعك بقت واحدة تانية ده حقيقي يمكن الفترة الخمس ست السنين اللي أنا قعدتهم في البيت بعد وفاة جوزي الله يرحمه خلوني بتفرج بتفرج تلفزيون وبتفرج على الأفلام وبتفرج على المسلسلات وبشوف أنا مش قاعدة في البيت بس يعني فيه حزن فيه من جوايا بس شغلتي دي شغلتي اللي أنا ما بعرفش عمل حاجة غيرها كم سنة في المهنة دي؟ أنا أنا بدأت من وإنا عندي تسع سنين عملت فيلم أقوى من الحب وعملت انتصار الحب و ما شاء الله الله أكبر كمال الشناوي زهرة العلا شادية عمد حمدي كنت قصة بقى كده وطفلة في أمر وبعدين فيه فترة بقى ما بين الطفولة وما بين المدموزال المراكب بتبقى فترة ملاش معنا أيوه ما احناش عارفين هل احنا بنت كبيرة ولا ست صغيرة ولا ما انت فيه مخالص أنا فين تلبسي من المحل بتاع الكبار ولا بتاع الصغيرين محتازين كده صوت تخن ولا لسه صغير لسه بعمل ايه ما مش حارف فكملت الدراسة في الفترة دي وبعدين أنا في دماغي دودة عايز امثل لغاية ما سمعت بقى ان عز الدينزو الفقار كان بيعمل فيلم بسمو بين الأطلال نفاتن حمامة وكان بيصور في الجامعة فعرفت خدت ماما وروحت الجامعة شوفي شطرة شطرة فوقفت كده هو رجل هنسم أمر ويخطف العيين تقس الملك فاروق طبعا عارفة الشياء كان ايوة لأ كانوا مخرجين اه وعز كمان أبيض ورغانين الفتحة فأنا وقفة يعني مستنية بقى كده يقول اي حاجة يا أستاذ عز فبصيلي ايو قالو ايوة قلت له انا يا ميمي ميمي جمال اللي مثلت مع حضرتك الفيلم بتاع أقوى بالحب وينكنت وقصيلي قالي انسي قلت له ايوة انا قال لي آه 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 قلت له ما زلت عايزة مثل ونفسي امثل وزي ما بدأت مع حضرتك عايزة برضو أمدأ تاني مع حضرتك فقال لي طب الفيلم المفروض فاتن بردون آه فاتن حمامة عمد حمدي آه كانت اسمها سوفي ساروت سوفي ساروت دي كانت آه آه واخدة آه في السباحة كانت شبه لبنة عبدالعلي شوية آه مادم لبنة اعتقدت ايوة ايوة كانت شطرة قوي بتاخد جوايز كتير في السباحة فدي كانت بنتها وهي اللي في الجامعة فقال لي فيه واحدة المفروض صاحبة سوفي ساروت دي تعمليه قط له آه اعمله ومن هنا بقى بدأت بقى اشتغل ادور صغنتوطة ادور اكبر شوية ادور فضلت ايه 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 مع نفسي لغاية ما يعني الحمد لله واللي جاي اكتر بكتير لو سألت حضرتك لو في مكان كبير متحف ايوة هتحطي فيه او هتختاري فيه تلات اعمال من اعمالك لكل مرحلة تختاري اني تلات افلام او اني مسرحيات او اني مسلسل اه كمسلسل مثلا اقول اوراق مصرية اقول بوابط الحلواني اقول لحد متولي تلفزيون السينما اقول خلي بالك من جيرانك اقول البعض يذهب للمأزون مرتين لسه شايفة من يومين اه اقول لف ودوران ماتحلمي اه بالنسبة للمسرح المسرح المسرح فيه كتير فيه حاجات كتير اعملت مسرح حلوة اه يعني عش المجانين نجم اه القشاش سيد زيان هالو دولي فؤاد المهندس محمد عوض اخر حاجة دوري مي فاصوليا سامير غانم ده مصرح اعمال رائعة وذكرتي اسماء حلوة اوي 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 هنرجع نتكلم عنهم بس عايزة اعرف حالتك عاصرتي حقب كبيرة وكتيرة جدا في الفن اكتر مرحلة كنتي حباها اوي كتاني مرحلة بتاخدي وضعك كويس زي ما بتبقي جوه البلاتو البلاتو مسلا في ديكور الدكور ممكن ما فيه كاميرا هنا وكاميرا هنا وكاميرا هنا بتاخد زواياك اه بلاتو مكيف اه وضع الممثل جاي مستريح المخرج بتديك الملحوظة بتاعته هنعمل كذا في كذا في كذا في كذا فتحس انك انت شايفة نفسك يعني استريح والستوديو كنتي بيقولولي يا مدام ميمي ان الستوديو كنتي تخش تحس انه مكان حرم يعني مكان يعني مكان يحترم مكان ليه تقوسه ووقته والراجل الواقف على بقوافة الستوديو وتشمي ريحة الفنان زي ما هيك كنتي بتقولي اعرف ان دي جات من رحة بارفانيتها اعرف ان دا جي يعني كان المكان لي قدسيته ايوه اهتمامه انت بتخشي قط الميكب بتعملي مكياجك خلاص بتخشي قطك جاهزة بيجيلك المساعدة تفضلي تفضلي بتخشي بتعملي بروفة واتنين وتروحي مصورة خلصتي بترجعي لا يعني احنا دلوقتي طبعا مش هقولك ان دلوقتي مش تمام دلوقتي بقى فيه كارفانات ما كانش فيه زمان كارفانات الكارفانات بقت موجودة في خدمة عشان الخارجي عشان الخارجي بقى كتير عشان خارجي فبقى في الكارفان بتاعك برضو تكييفك وقطك وبحكتك وكل حاجة النظام الجديد اللي موجود غير النظام الاولاني يعني اسرع شوية بس انا شايفة اني الشكل الجديد فيه دم جديدة فيه روح جديدة فيه ناس حسة يعني بالتكنيك الجديد اللي موجود في العالم يعني احنا دلوقتي ما نقدرش نخرج في وسط الافلام والحاجات العالمية اللي موجودة اللي بنتفرج عليها اللي ليها سسام معين ونرجع تاني بالنظام القديم بتاعنا بالهدوء بتاعنا لا لازم تتماشي مع العصر فاللي احنا بنعمله دلوقتي لا احنا دلوقتي ماشيين مع العصر وفيه افلام حلوة اوي فيه تطلع بها من كادرات حلوة اوي تشوفي تشوفي فيه تقدم كبير كبير لو سألت حضرتك دلوقتي ايه اكتر موقف يعني بيجي في ذكرى حضرتك مش ممكن تنسيه ابدا اثناء عملك في المصرح هايك ذكرتي نجوم كتير اشتغلتي معا عايزة عايزة احاول انا افتكر مع مستمعينا دلوقتي ومشاهدينا مواقف معينة مع نجوم معينين مش ممكن تنسيها يعني اولا انت يعني اذكرتي محمد نجمة مثلا ايوا كان دمه خفيف بشكل جدا وشافيق يا راجل ايوا والحاجات بتاعته دي طبعا غير الرائع سمير غانم الف رحمة ونور عليه يعني بجد وقفتي مع عمالقة كانوا عاملين ازاي مع البنت الحلوة الصغيرة الزكية الدقوبة ميمي جمال شوفي هقولك حاجة الكوميديان بيحب ان الست اللي بتشتغل معاه تبقى حضرة قوي حضرة جدا خصوصا مثلا سمير او نجم انت قلت عليهم هما عندهم ترمومتر يعني بيخش على المسرح بيرمي اول افة وتاني افة عشان يشوف الصلاة عاملة ايه لقى الصلاة فيعلى بيكمل وبيعلى لو لقى الصلاة كده بيروح حازف حتة معينة ويخش على اللي بعده فانت لازم صحية مش ما ترجعهوش للي هو شاله تبقى انش حضرة معاه قال بتقولي ما قالش بتشيلي بتبصي في عينيه بتعرفي امتى عايز يقول وامتى بداخل مش اللي هو مش في الفورما تبقى انت وعيا ومسح صحة انت انت وقفة دله شايفاه انا مع سمير كنت كده كان هو يقول علي ايه دي دي عمود الكردان بتاع المسرحي يقولك ميمي دي عمود رابع في المسرح لان انا كنت بخش معاه من اول دخلة ابقى عارفة هو حزف ولا قال عنده افة جديد سمير عنده حاجة حلوة قوي لما بيجي افة على باله بيتحك الاول قبل ما يقوله يعني بيخطر على باله الافة يروح دحك كده شوية وبعدين يروح قيله يعني هو دمه خفيف جدا جدا على المسرح وبعدين سمير مش كل يوم بيقول نفس النص في تركيبة معينة لازم تتقال لكن في افة هات جديدة ممكن يفاجئك في نص المسرحية بحاجات كلها جديدة يقول جديد يقول جديد اه يعني كان كده فلازم الممثل اللي معاه يبقى حاضر قوي نجم كده برضو نجم كده الشغل الاستاذ فؤاد لا الاستاذ فؤاد ده مدرسة تانية خالص استاذ فؤاد كان عامل ازاي استاذ فؤاد المهندس مهندس الكوميتيا ده هندست الكوميتيا يعني اللي بتقولي كل يوم هو هو بنفس الطريقة بنفس الأداء بنفس كله يعني هو كان ستريكت قوي اه يعني وفي الكواليس يعني هو يضحك ويهضر وبتاع لغاية مثلا قبل العرض بنصف ساعة او ساعة يخش قطه خلاص يعمل بقى مكياجه ويلبس وكده بقى الشخصية كل الممثل موجود على المسرح هو عامل بروفات عارف بيقف فينه بيتكلم امتى وبيقول ايه ده اللي بتعمل كل يوم زي ما هو فيش تغيير فيش حد يجي ورغم كده بيدحك كل يوم وبيعمل كل حاجة لانه من البروفات مجهز مجهز الفهات فين والدحك فين والجملة دي لو تقالت هنا بعد دي تدحك دي لو ما تقالتش ما تدحكش فلما بتشتغلي مع الاسادزة الكبيرة دي استاذ فؤاد المهندس قز محمد اعود الاستاذ عبد المنع المدبولي المدبوليزم طبعا يا حبيبي الله اشتغلت معاهم كلهم تقريبا فانا الحمد لله يعني كان بتقال علي ميمي دي ما بتشتغل مع النمثل بتزوده ما بتنقصوش بتزود مدام ميمي لو فكرتي تكتبي كل المواقف دي او تطلعيها في عمل او لو حد ما بتفكريش اصلا انت انت خزينة اسراري النهاردة عند كم من الخبرة واللقاءات دي كلها دي لو حكيتي بس على واحد واحد من دول اه يعني دي دي مدرسة تانية ايو ده بجد اصلي دي بقى تجارب حياتية حقيقي حقيقي يعني ده مش موجود كتير لو فكرتي تعملي قصة حياتك او المشوار ده ما بتفكريش تسجيبه كل حد يعمله اه لا انا ممكن اكتبه لاني انا حسة به بس اه مش عارفة يعني مش عارفة انا اه جوايا كل ده جوايا كل ده مخزون جوايا اه كل واحد من الناس دي اللي الواحد بيفتقدوا بتحس ان في حتة منك بتقع حتة من عمرك من حياتك طبعا بتقع حتة بتقع حتة بتقع حتة بتقع لغاية ما القديم كله كل شوية بيروح 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 فهل انا حتدوب زي الشامعة مع الناس اللي بتروح كده ولا انا حولع تاني ودور على ناس جديدة انا لو قعدت اه 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 افكر في ان كل صحابي وكل زميلة اللي كنت باشتغل معاهم دول ما بقوش موجودين دلوقتي طب ايه لا هتكتعي بيه وده مش كويس حتى يعني مش صحة انا بقول لنفسي حاجة بقول طول ما ربنا مدينا العمر كل واحد عنده عمر وكل واحد عنده فترة زمانية بيعيش فيها يا رب تبقى دايما شكلها كويس سايب علامة كويسة عاملة شيء يفيدك ويفيد ولادك بعد كده لما يتقل مثلا دول ولاد الحجة حسن مصطفى وفنانة ميمي جمال برضو احنا الاتنين سايبين أثر كويس مع الناس فتحس انك انت بتسيبي ذكرى كويسة فانا بحاول الذكرى دي امدها شوي بالعكس لا بالعكس ده ربنا يديك السحة وطولة العمر وحبك للحياة وهو ده أحلى حاجة ويمكن الفنانة الكبيرة ميمي جمال انت ينطبق عليك بالزبط ما قولت ان لكل سن حلوته بجد وكل سن ليه روحه ورونقه وبجد الست دي قعدة قدامي دلوقتي ما شاء الله الله أكبر لا هي نفخة ولا هي عاملة عملاك التجميل اللي كل الناس عملة تعملها ولا البق اللي عامل كده ولا الحواجب اللي متشن يرى الفوق ولا مش عارف اللي هو الجولاين اللي بعمل زي الراجل من تحت خالص جمال طبيعي على فكرة ده بيصغر أكتر عمليات اللي هي الحاجات اللي بتتلعب كتير في الوش بتخطف النظر وبتكبر ما بدأ يا انجي هل لو انت عملت الحاجات دي هتعملي أدوار تلميذة في الجامعة لأ طبعا هتعملي أم ما زلت أم طيب ومدام أنا أم لما يطلع لي 3-4 تجاعد هنا ولا 3-4 تجاعد هيبقى غلط لا مش هيبقى غلط هو ماشي مع الشخصية اللي أنا بعمله وبعدين أنا بتهيالي ان ده ربنا سبحانه وتعالي عامل برواس كده وحطت فيه صورة الصورة دي مع الوقت بتتغير 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 الزمن بيغير بيشيل من هنا بحطه من هنا بس بيفضل البرواس ده موجود بالشخصية زي ما هي الناس عرفتنا من وحنا قد كده هو ومازالت معانا 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 الناس عرفة ان الست دي كانت عشرين بقت اربعين بقت ستين بقت سبعين طب هل أنا وانا عندي سبعيني بشكل تلاتين حب أنا بتحك على نفسي وبتحك على الناس أنا متصالحة مع شكلي ومع نفسي وبحاول ان انا اقدم للناس الحمد لله رب العالمين انا بحس ان فيه حتة محبة بيني وبينهم قوي فأنا بحافظ على ده بشكلي بوضعي باللنا فيه انا راضي عنه مش عايزة يغيروا يعني انا كده الحمد لله زي الامر والله وزي الامر واللي جوه طالع برا الحمد لله وده اللي بيخلي الواحد حلو لكن اللعب الكتير الاوفر بجد اولا بيقى بلاستيك جدا الناس بتحس بيقى كله شبه بعضه يعني مش فيه ساعات يا انجي بيبقى الوش محتاج حاجة ده حلو ده شرعي جدا اه طبعا حقنا هنا حاجة بسيطة هنا يعني مثلا حد مثلا من المناخير زياد عن اللزوم حد مثلا عنده سكر هنا او عنده حاجة هنا لازم يعمل لازم طبعا بالمعقول لما بتبقى الوش لحد اللي ما مقبول وزا كان فيه حاجات ممكن بالمكياشة الدارة خلاص مش لازم بقى يعني انا بتهيقلي كده ده هو ده احلى حاجة وده يمكن اللي بيخليكي طول الوقت قريبة من الناس حمد لله واكيد المحبة اللي بينك وبين الجمهور يا مادم ميمي حستيها لما غيبتي يعني انا لما قلت بجد انا من الناس هي فين ميمي جمال اه يعني فعلا كنت سايبة فراغ على الشاشة ما كنتش قادرة ما كنتش قادرة لأ وقتها قلت انا عايزة امشي خلاص عايزة اعتزل ما كنتش قادرة ما كنتش متخيلة وقلت ان انا هحتزل اه مضبوط لا يعني في حتة كبيرة قوي جواك حياة راحة حياة حاجة واربعين سنة يعني انا متجوزة حسن حاجة واربعين سنة فعايشين وشنا فوش بعض ويمكن الحب الكبير اللي بيننا لان احنا الاتنين من نفس الشغلانة فهو مقدر ان انا لما جي الساعة اربعة الصبح مش هيقولي انت كنت فيه دايما بتقولي الكلمة دي انو كان بيقدر دا اه فهو لما ييجي انا عارفة انه هو بيشتغل يعني صح احنا الاتنين مفيش حد هيقولنا حاجة لان حافظين هو عارف ان انا في حتة الفلانية لو هو خلص بدري ممكن يجيني او انا هروح له في المصرح كده فعلاقتنا ببعض كانت صداقة وزمالة وناخد رأي بعض وحشرة عشرة عم لما الولاد اتجوزوا فدلنا انا وهو اللي هو وحدينا فترة كبيرة جدا بنقعد مع بعض في المطبخ يقعد على الترابيزة احط ناكل نجرب نقعد في الليفينج نتفرج لا انا بعد ما توفق عدت فترة طويلة اه بدور عليه في البيت لا بدور عليه في البيت كان صعب فاعدت الفترة دي فعلا افلت من جوايا في حزن مفيش اه عايشة متعايشة وبخرج وبخش مع ولادي وكله لكن في حتة مجروحة مش مظبوطة لغاية بقى ما لقيت ان انا قعدت الكنبة دي لغاية امتى جات لميس بقى لميس الحديد جميلة قالت لي بصي بقى انا هعمل حلقة وتيجي تعودي معايا وعايزين نحكي قلت لها بجد قلت لها شجعتك مرافو لميس اه رحت قعدت بقى لقيت ان ايه اللا والاضاءة وحجوني وحجوني والكاميرا لا 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 هي دي قعدتي مش الكنبة الكنبة مش بتاعتي وشفت بمرجعتي حسيتي بحب الناس حسيتي حسيتي والتنوع في الشخصيات يا مدام ميمي يعني انت جمال راجعة ما شاء الله ما انتيش لو ايه عايزين ام هاتوا ميمي جمال عايزين عامة هاتوا ميمي جمال لا انت بتتحطي في كاركترز صح وده اللي حلو يعني مش محتوط عسي فيه للأسف للشخصيات دي ما بيبزلوش موجود في الكتابة من رغم ان مفروض لان الشخصيات دي موجودة وسطنا تمام والمرحلة العمرية دي مهمة وعايشة بيننا وعندها مشاكلها وعندها قصصها ولازم يتكتب عنها ويكتب عنها حلو مش بس اكتب للنجمة او النجمة اللي بيقفوش الموضوع تمام فانا بحب ان ما بلاقي فعلا الموضوع مكتوب حلو للشخصيات دي لانهم موجودين ايه تبقى فعالة جدا تبقى بتعمل حاجة جدا واللي مالوش اصل زي ما بيقولوا بشتري له اصل فازاي اطلع انا اتنين شيطاني في فيلم او في مسلسل مالهمش ابو واما ازاي انا عملت حاجة اسمها بقينا اتنين شريف مونير ورانيا رانيا يوسف جميل في رمضان كنت عاملة مامتها مامت رانيا اه كانت شخصية فعالة يعني انا بحبه بحب جزبنتي بحبه لاني انا واثقة ان هو راجل محترم ونزيف هما الاتنين بيشتغلوا في كاريور واحد فتحس ان هما عاملين زي القط والفار نقر ونقير على طول انا لما باخد صفه بتزعل ايه يا ماما وانتي بنتي امي ولا امه تحس ان الست دي مش عايزة البيت ده يخرب عايزها يفضل متواجد ده شعور الامة عموما تاخده على جام لا مش كل الامهات في امهات بتسخنها بتسخن هو فاكر نفسه ايه انتي مش عارف ده انتي بنتي ده فرصته الوحيدة عرفاهم عرفاهم ده عشان فعلا بيقول الولاد الدنة غالي جدا طبعا وما بداريش تتحملي شعراي على حد من ولادك يعني ايوة ايوة بس لو ثابته لو اتطلقت هل الام هتكون مبسوطة لا طبعا هل لما تلاقي بنتها فشلت مثلا في حاجة وهي كانت قادرة انها تصلح فبدل ما تصلح خربت هل هتبقى نفسيتها مسترياحة طبعا لا لا فلازم الامة تفضل تجمع تجمع لغاية لما تلاقي فعلا اني مفيش فايدة اه خلاص ده دي بتاعت ربنا بقى ربنا راية كبه صحي انما الام مش لازم تبقى بالطريقة دي يعني ايه الدور المادام ميمي جمال عايزة تعملين نهاردة معلش ساري انا وانا جاية بسأل نفسي ميمي ده اسم حريك الحقيقي امينة امينة انا طول الوقت ميمي جمال ميمي جمال اقولت ميمي ده دلع اه امينة 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 جمال امينة مصطفى جمال ومين اللي سمى ميمي اه عايزة دي نزل فقار في اول فيلم عاملته معا قال لي فيه طفلة اكتب امينة كبير على الطفلة خليكي ميمي ميمي نشيل مصطفى ميمي جمال قلت له اللي تشوفها حضرتك طبعا نعايزة مست لا وده سجنة شرحة يعني دي امضة خلاص يعني فشل امينة خلها ميمي وشلها قال لي ميمي جمال طفلة ميمي جمال كده حل طحفة وفضل كده وده ميمي جمال ومن ساعتها ومستمر واللي جاي حلو واكتر بس لو سألت حقيقة دور اللي نفسك اللي متعطشة او القضية او الشخصية اللي نفسك تعمليها النهار ده غير اللي بيعرض على حضرتك من اللي انت شايفة حواليكي من التغيرات من الزواهر اللي موجودة الست المصرية مشاكلها وقضيها لا تقرب تخلاش الست المصرية عندها مشاكل كتير مشاكل حياتها مشاكل ولادها مشاكل زروفها احنا مفروض لو احنا عايزين نتكلم دلوقتي لازم نتكلم في اللي يشجع الست المصرية شجعها على انها لو فيه ظروف ساعات بتيجي علينا شوية في حياتنا اه ازاي نتغلب على ده ازاي نحاول ان احنا ما نعودش نشتكي اصلي ايه ده وده كتير وده شوية وده عالي فوق وده نزل تحت ونعيش ازاي ونعمل ايه ونسوي اه الحياة بتديكي ساعات فرص حلوة وساعات فرص مش كويسة اه لازم الام اللي موجودة دلوقتي او الست او اللي بتمثل لازم تمثل الست المصرية النهاردة تقول لها ازاي تواكب العصر ازاي تتعود على انها تعيش حياة اه متطلباتها فيها لازم تبقى على قد المستوى الموجود يعني انا دلوقتي كنت زمان بخش مثلا اقول انا بخش اعمل ايه اخش سوبر ماركت او بتاع او اعمل خزين بعمل خزين اعمل بيتي دلوقتي بتاع الشهر دلوقتي لا دلوقتي لا باش لازم اعمل خزين دلوقتي يوم ايوم لا باشوف امور الحياة تمشي ازاي اشوف ولادي ازا كان عندهم حاجة اوفر كانت بتعامل ازاي نقدر ناقلمهم على الحياة لازم تمشي لازم تمشي صعبة مش صعبة لازم تمشي فعشان تمشي لازم نوري الناس تمشي ازاي نعمل ايه نوريهم اه نموذج لان البني ادم يبقى راضي طبعا الرضة ده بتاع ربنا واحنا كلنا راضيين باي حاجة في الدنيا احنا راضيين لان ده بيتنا ده بيتنا واحنا عايشين فيه فنحاول نعمل حاجة جديدة توري الست ازاي تقدر تتعايش مع ظروف الحالية بتاعت الحياة ده موضوع مهم جدا لان ناس كتيرة قوي تعبينة وبتسرخ ووضع اصبح صعب بيشتكوا طبعا ووضع صعب طبعا طبعا بس طب هنعمل ايه يعني فيه فيه ممكن نعمل ايه يعني مش هنعمل لا ممكن نعمل ايه ده اللي احنا عايزين نعملو يعني انا نفسي اعمل مثلا اقدم حاجة اقول حاجة فيها اه تفصيلات صغيرة فيها تجارب صغيرة فيها يعني اخلي الناس برضو اه تشرب مثلا معلقة الدوة دي عليها شوية سكر مصبوط مصبوط عشان الحياة تمشي اه شوية سكر عشان الحياة تمشي اعه حضرتك اه ناقدة قاسية على نفسك لما بتقدمي عمل ومش مبسوطة منه عاملة ازاي ولا بتحبي تتفرجي على نفسك وتنقضي نفسك اه انا اولا ما بحبش اتفرج على المونيتور وانا بشتغل يعني في مخرج موجود هو اللي شايف الشغل مش كل شطت لقيني اجري اه واشوف شكلي وريني ايجا شعري واشي لا عشان حريك تعودتي ان المخرج هو عنيكي اه يعني وبعدين انا بسق فيه وإلا ما شعرف الشغل فخلاص يعني لما بتفرج بقى بقول طب الحتة دي كان ممكن كده كنت طب 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 حاجات كده بيني وبين نفسي يعني اقول كان ممكن تبقى احسن ايه العمل اللي شفتي وتبسطتي قوي من ميمي جمال اه الله عليك يا ميمي كده يعني كامل العدل كامل العدل لا لا رهيبة رهيبة كنت بقولوش حل كامل العدل فوزية شخصية انا حبها اوي تجن اوي اوي ايه اخبار الجزء التالت بيكتب اه انا مضيته مضيتي بيتكتب دلوقتي ان شاء الله حيتعامل حاجة حلوة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وهم نفس الناس يعني إسعاد برضو جمال لا أما أخدتك ورقصتك شفتي أما أخدتك ورقصتك بجد معقولة حلوتك ولوزاز وتحس المسلسل كده مزيف حلو وريب وكلكم حابين بعض الأطفال والكبر والزغيرين والزوجة والخالة والجدة كله متشابك وداخل في بيت بعضه بصراحة خالد الحلفاوي كمان عظيم بجد لأنه قد كل زي حقن حقه يعني ما قالش أنا حخلي في وش المدفع دينا وشريف لأ بقيتوا كلكم أبطال حضرتك ومدام إسعاد والولاد ده فيه واحد ولد منهم اللي هو حمزة كان ترند في رمضان واحد من الصغيرين يعني مخلي كل الناس منورة واخدين حقها وده في مخرجين ما بيعرفوش يقدروا يعملوا كنترول ده هو بيعمل إيه بقى في البروفا بيديك فرص إنك إذا كنتش عايزة تقولي حاجة عايزة تقولي إيه هنا مثلا عايزة تقولي كده طب لأ أو آه فيعمل بروفا كاملة والناس كلها تقول كل واحد اللي يقول اللي في نفسه يعني إسعادوا بوتوكسوا أيوه الحاجات دي وفوزية لأ فوزية كانت بتعمله بطريقة تانية خالص حاجة تانية خالص لكن كان مدينا فرصة ومدينا يعني روح هو بني آدم طيب جميل أوي 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 مخرج جميل شاطر شاطر أوي 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 والكاستنج بتاعه أول مرة يخلي بدرة تمثل يعني وهي ما كانتش بتتكلم وما بتعرفش تتكلم عربي عربي بتقولي الكلام كسر وبتعمل بروفا مرة واثنين وثلاثة وكويس إن خلها تنتق عربي ده فيه مشهد بني وبينها بنتورج على التلفزيون مشهد ده لزيزة أوي ده في الأول وانتوا عاديد نقر ونقر قدام التلفزيون أيها لا كنتوا بجد حاجة رائعة من أكتر المشاهد اللي عجبت حضرتك في كامل العدد المشهد الأخراني بتاعي أنا وبدرة أنا حاسة إنها أنا ستة وحيدة يعني ابني لما توفى هو مصطفى داروش الله أحب ابني اللي متوفى فمخلف من دينا ومخلف من بدرة فأنا عندي أحفاد هنا وعندي أحفاد هنا فمش قادرة أعود لوحدي لإني أنا مش بكتئب لما بعود لوحدي فبروح أتطفل بقى يعني أروح أعود عند دينا شوية ومع بدرة شوية عشان أدعب مع العيال وأضحك مع العيال وبتاع وكده مما عطي تطلبي منها المية وطويب أنا مش عارفي فكرة والبنت اللي لابسة لغاية هنا وأنت إيه وإزاي وأقول لها لابسة محزق وراجل غريب وحاجات كده ما يعجبهمش حالي أمشي أروح أعود شوية مع بدرة وأولادها يضايقوني فباجي في الآخر بقى بقول لها بقول لها إيه وأتفتكري أني أنا زعلانة منك عشان أنت عايزة تتجوزي لو عايزة تتجوزي تتجوزي أنا حاعد بالولاد أنا يمكن اللي مخليني باعد إن أنا بشحت الونس شوفي الكلمة دي بشحت الونس ودي حقيقة أنا قاعدة لوحدي فبضطر إن أنا أتحمل حاجاتي يمكن أنا ما بتعجبنيش لكن بضطر استحمله عشان ما عودش لوحدي فشوفي يعني شوفي الإحساس ده صعب فده كان من المشاهد الحلوة حقيقي كمان عرفت الناس فوزية دي أصل إيه بتعمل كده ليه لابسة صورة ابنها على صدرها ولما تلاقي نفسها لوحدها بتفتح الصورة وتكلمه الشخصية لا الحمد لله شخصية حلوة قوي فيها ميسج وراها أي وإن شاء الله جزء التالت يعني بيمكن كامل العدد في مسلسلات كتير قوي تحريك تخافي نكتعملي منها أجزاء لأنه بتفقد حاجات بريط بتفقد نجاح كامل عدد بصراحة الجزء الأول غير الجزء التالي وإن شاء الله يبقى غير الجزء التالت من المسلسلات اللي أنا اتكلمت عنه هنا في البنانيك في رمضان وقلت إنه من مسلسلات الأجزاء اللي قادر يمسك نفسه ومكمل وناجح الحمد لله وحز على إعجاب الناس كلها والناس كلها ارتبطت بي بصراحة مادام ميمي إحنا مضطرين نطلع لفاصل دلوقتي ونرجع مع صندوق أسرار النجوم فاصل قصير ونطلع نشرب كده حاجة ونيجي تاني مع مستمعينا ونريح حضرتك شوية ونرجع تحب تسمعي أغنية المين استنى يا أستاذي بقى أنتو هتحطوا غنوة آه بدا ندني المين أنا بحب أحب قوي أسمع أنغام أحب أسمع أنغام أحب أسمع أسمع إيه تاني لا أحب أسمع لحب أهتة حلوة أو خليني شوية معك خليني شوية وأحب أسمع روح روح بقى وخليك في حالك أصالة أصالة صح؟ أو أصالة آه نو روح روح عندك روح بحبها إلا أنا قلتها لك فوق مش روح فوق 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 هم بيفوقوا بعد شوية فعلا آه في هنا فوق أصالة الإحساس لنفسك والنصايح خليها لك جميلة طيب نروح دلوقتي مع أنا أنغام دلوقتي جاهزة طيب هنسمع أنغام و هنجهز حاجة لأصالة ونروح لفاصل قسائب نرجع مع الرائعة الجميلة والمتقلقة دائما هالنجمة الكبيرة ميمي جمال مع إنجي علي على النجوم فأم ونجوم فأم تيفي وبنرجع مرة تانية مع كل مستمعينا في كل مساء نجوم أفأم وكل الناس اللي معانا دلوقتي ورجعين مع نجمتنا المتقلقة الجميلة الرائعة ميمي جمال وسهرة خاصة وسباشل أسرار النجوم وده معدنا جيد الوقتي مع صندوق أسرار النجوم لكل مستمعينا في الراديو صندوق أسرار النجوم على النجوم أفأم أهو آآ الصندوق ده بيكون جوايا مدم ميمي ورق وكل ورق عليها كلمة آآ هنتكلم عنها إيه رايح هيك تشدي ورقة ونشوف أول ورقة مع نجمتنا النهاردة إيه طيب شخ 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 بتحب المفاجآت شخ شخ أهو بتحب المفاجآت أكيد هنا في مفاجآت لازم هنشوف شوفي كده هنشوف هنا بقى إيه اللي ورقة اللي طلعت لها برّة الكدر برّة الفريم أوكي برّة الفريم عند آآ مدم ميمي جمال مين أقرب صاحبة ليكي في الوسط أو برّة الوسط آآ في الوسط آآ رانيا فريد شوقي آآ آآ سابرين صفية العمري آآ إنجي علي ياختي يا حلوة ده إحنا فاميلي إنتي أمر آآ بأنتي بناتك نجلة ونورة هم اللي مفوض يكونوا كمان فخورين بحضرتك بمشوارك وبباباهم وبمامتهم يعني حاجة بجد هم صحابي اللي قريبين مني قوي هم بناتي لا الروح دي أو الإحساس ده والتصالح ده يعني ساعات أنا بحس إن فيه ناس حتى أصغر من الأجيال بتوع دلوقتي آآ اللي مذاكريني قوي وعرفيني قوي وبتمنى من قلبي إن أنا أشوفهم أحسن مني بكتير كتير كتير بتمنني لما بلاقي نفسي فاضية شوية إن أنا أخرج معهم إن أنا أفسحهم إن أنا يعني هم روحي وأحفادي طبعا طبعا عندي أدهم وعندي مريم وليلة تلاتة جميل جميل حسيتي بالوحدة ولا الفن مونسك لأ حسيت بالوحدة يومك عامل إزاي مادم لو ما فيش شغل آآ لو ما فيش شغل أنا مقسمة بيتي آآ لعدة حاجات علشان أحس إن أنا بغير كل شوية في نفس البيت يعني قوضة نومي آآ دي قوضة نومي دي بتاعة النوم أو القراية أقعد حبة وتتنوم ومكتب قبل منام شوية قرية كده إزا كان فيه ورق في حاجة بقر وبعدين ده نمرة واحد أخرج المطبخ نمرة اتنين طبعا على طول على المطبخ مطبخ فطار هنعمل النهاردة تيجي البنت نطبخ ايه أو لا هنعمل ايه ونسوي ايه وكله خلاص نمرة تلاتة الليفينج الليفينج عندي فوتوي بتاعي بقعد فيه والتلفزيون بتفرج مثلا التلفزيون عندي ضيفة ولا ضيف بخرج بره بقى في الصالون ده اللي ما بيتفتحش لكل فين والصفرة دي طبعا ما بتشوفنيش خالص ممكن في رمضان طيب بتشوف الصفرة اه في رمضان اللمات بتاعت رمضان اما الناس تيجي بقى ولادي والحاجات دي نمى غير كده أنا بافتر وبتغدى في المطبخ عندي ترابيزة في المطبخ حلوة فبتعامل في المطبخ والليفنج والقوضة ثلاث حاجات في اليوم عاملين لتغيير بتغيري عندك خلق للطبيخ والمطبخ بحبية اه بحب بحب بس مش دايما يعني لو انا عندي شغل لأ طبعا استحالة البنت اللي عندي بتطبخ كويس تعلمت اه لكن لو ما عنديش لأ بحب انا مش شطرة خالص في الحلويات اريح بسكر كله انا عمري ما عملت كيكة ومنا متش ما يبتتش احطها في الفرن لاي ما عرفش بتنزل انا بشوف في الحاجات بتطلع بتطلع انا اللي عندي بينزل اللي عندي بينزل ويه بعجين انا ما عرفش ليه فمليش في الحلويات خالص لكن الاكل لا انا شطرة في الاكل بس لما بقى فاضية اه يعني نقط حياة ميمي جمال نقصة نقط لا مش نقصة لا فيها تب ناقصها ايه ولا حاجة الحمد لله لا ولا حاجة الحمد لله مش ناقصني حاجة الحمد لله يعني ايه المطلوب للانسانة اه انها تبقى شايلة نفسها طول ما هي قادرة اه ودايما اقول يا رب ما تحوجنش لحد يعني انا اللي بدي ما استناش ان حد يديني يعني انت عارفة لابا تبقي باستنية ان حد يصرف يصرف عليك او يديك او لا فبقول له رب طول ما انا قادرة اقف على رجلي اتحمل مسؤولية نفسي واتحمل اولادي وبأنا اللي اللي بعطي بدي اه انا اللي بدي فهو ده لكن غير كده انا ناقصني ايه عندي ولاد وعندي بيتي وعندي حياتي وردية الحمد لله الف حمد وشكرا الحمد لله ورقة تانية نشد ورقة تانية مع الرائعة ميمي جمال اتفدالي شوفي ايه ده خير يا رب نقرى نشوف اللحظة اللحظة في حياة ميمي جمال اسعد لحظة في حياتك دلوقتي اه ان انا اشوف ان ربنا يديني عمر وقدر اشوف فرح اه ادهم وليلة ومريم لو يديني عمر عشان اشوف فرح الولد والبنت دول الاحفاد الاحفاد انا شوفت ولادي الحمد لله ومبسوطين ورديين الحمد لله اه املي ان اشوف بقى الحاجة دي اشوف ادهم مع ريس اشوف ليلة مريم ومريم كده هيحصل يا رب البنتين الامارات دول كانوا متجولين في الشارك وتشايفاهم في اليونان يجننوا ما شاء الله اه شوفتين عرايس بجد جمال جدا الحمد لله لحظة انتصار في حياة ميمي جمال لحظة حسيتي فيها بانتصار اه لما تحسي انك مطلوبة اه اه متعمليش مجهودة عشان تتواجدي متجريش وراء دي وراء دا وبتاعه تعملي مش عارفة ايه وتشوفي اه حد مجموعة موجودة وشيلة اللي وبتاعه تبقي في السيوم اه لما تبقي ما بتعمليش كل دا وبتطلبي دا انتصار طبعا انت مطلوبة من غير ما تبقي حد بيرشحك او حد بي اه او مثلا الناس بتخشي في وسط ناس عشان لا انا مش بعمل اصل انت كمان يا مدام ميمي بصراحة يعني انا هنا استضافت في برنامجي عدد من النجوم اللي اشتغلتي معاهم ايه بجد كلهم لما بتيجي سيرة حضرتك بيشكروا فيك بشكل مش طبيعي حد لله وبيحبوك جدا وبيقولوا كوالسها حلوة قوي وقعدتها حلوة قوي ومريحة في الشغل جدا حد لله بصراحة يعني كمعايا باسم سامرة واحمد السقل عطولة وكمعايا كامل العدد يعني بصيك وعظم من الناس اللي حيك اشتغلتي معاهم شريف مونير يعني بصيك بجد دايما لما سيرة حضرتك بتيجي ما شاء الله الله اكبر ده بيبقى نعمة على فكرة كمان من ربنا قصي انا بروح في دماغي الدور اللي انا بعمله شغلي حتة ان انت تدخلي في الناس اكتر من اللازم او تتصعب مع حد اشان تعرفي اخباره او اسراره او ده غلط ما بحبش وطريقة مش يعني ايه اصل لما كنت قاعدة مع فلانا مدام ميمي قالت كزم انا قاعدة بقى فصيهم اصل مدام ميمي كانت رأيها انا لبقول رأي انا ماليش ده انا كل اللي عرفه ايه ازايك وعمل ايه واخبارك ايه ولو عندك بنوتة بنوتك ازايها شريف يحب يحكيلي حاجة اسمعه انا سميعة يعني احب اسمع اسمع اه ادي اراء كويسة ما اقومش فتلاقيني كوليسي هذية فيمكن هو ده انا بقول بصراحة يعني ديش هادة بصراحة في حق حضرتك ولازم كنت اوصلها لك بصراحة شكرا لحظة ما تحبش تفتكريها ابدا وفاة امي اولا يعني طبعا وفاة جوزي ده كان ضهري وحسيت ان انا قعدة على كرسي من غير ضهر يعني سند طبعا لكن امي بالنسبة لي كانت حاجة تانية اه امي شالتني شيل يعني من اول ما خلفته انا جايبة توقم وطبعا ما كنتش هقدر اشتغل لو انا عندي بنتين طبعا فطبعا لا امي شالتني صراحة شالتني فلحظة وفاتها كانت صعبة بالنسبة لي لحظة نفسك تعيشيها النهاردة والله اللي انا عيشاة كويس اللي انا عيشاة انا راضي عنه حسأل سؤال مش عارفة بس انا حابة اعرف الاجابة من حضرتك قولي ممكن تحبي تاني النهاردة احب احب غير ولادي وحياتي وكده ده حب راجل لا 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 خالص خالص هل الحب ليه عمر يعني انا عايز اعرف ده حاجة بشكل عام الحب لازم يبقى فيه قبول من عندك انتي علشان تفكري اصلا انك تشوفي الرجل ده فانتي تبقى عندك استعداد انك تبصي له او انك تحسي به او لا انا الشعور ده مش عندي خالص خلص لا 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 خلص خلص مش بس بعد جوزي لا خلص عندي انا داخليا يعني انا دوقتي بفكر اشتغل اعمل ادوار حلوة البس اخرج اسافر امبسط اشوف ولادي مش عايزة حاجة تانية تشوشر على جمالي تاخدك من ده مش عايزة حاجة تانية تاخدك من ده تشوشر على جمالي حب او وجود راجل ده بيا ده مسئولية بياخدك لازم بقى ولو جوزتي كمان لوت متطلباته ولو حياته ولو عايز كذا وعايز كذا لا انا عايزة اعيش براحتي خالص ادبال فاحبة اللي فاضلين دول ابقى عايشاهم بنفسي كده هادية في الدنيا والحياة كحواليا حلوة بس بس الست في العموم ده ميمي جمال بس الست في العموم ممكن تحب في اي عمر اه طبعا 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 ومش لازم يبقى في سن معين زي ما انت قلت لا في ست ما تقدرش تعيش من غير راجل يعني هي اعتادت انها تعيش في راجل في حياتها مش مسئولية مادية اطلاقة في وجود حد معاها نفس صحبة لما بتلاقي نفسها من غير ده بيبقى تعبانة بتبقى محتاجة فهنا ممكن قلبها يدق وممكن تحب وممكن في سن كبير ممكن وفي ناس ما بيكتفوا بالحياة عايزين يعيشوا شوية البقين حلوين متعلقين وغير دوشة لحظة خايفة منها مش عايزة احس ان انا في مرض اه طبعا يعني الانسان يعيش يكبر يكبر زي ما ربنا عايز بس يكبر ووقف على رجله لكن ما تحصل ليش الحاجة لتخليني اتعب وعيا وابقى مستنية بقى ان حد يجي اسأل علي ولا حد يجي كزا ولا حد يجي اه انا انا طبعي يعني عزيزة النفس بقول يا رب يا رب افضل لغاية اخر لحظة ماشي على رجله ماشي على رجله صحة المرض هو الخوف الوحيد طبعا طبعا نشوف الورقة التانية ايه يا رب هنا الغياب اتكلمنا عن الغياب اه بس يعني امتى ممكن تقولي ستوب للتمثيل يعني احنا قلنا فترة الغياب اه وكنت حاسة انك مش قادرة ترجعي تمام وبعدين رحتي وشفتي وعاتي في لقاء مع مادام لميس وتبسطتي جدا اه وحاسة انك ممكن ترجعي اه وبقى جي شايفة الدنيا بنظرة تانية تمام وده على فكه ده شيء صحي جدا اه بس امتى ممكن تقولي ستوب انا مش عايزة امثلتك اه لو حسيت اني بتديت انسى الكلام لو ديتيني ورق احفظه عشان اقوله تلاقيني بنسى وبعمل ستوبات كتير وبنسى انا من نفسي هقولي ستوب لنفسي انا مش مضطر المخرج او المنتج اللي جايبني انه يفضل يعيد في المشهد كذا مرة عشان انا بنسى وانا بنسى ليه لاني اكيد بقيت في سن مش لا والله كلنا بننسى من دلوقت احنا كلنا محتسين ده بسعب التليفون وهذا الجهاز كلنا بقى انا ما بنفتكرش ده كلنا يعني اروا انك بقى ان نجلة ونورة بينسوا اكتر منك كمان نجلة امبرح بتقولي الكلام ده والله العظيم او لا انا فيه ساعات عايز اقول على الحاجة وانسى الاسم ايوة على طول فقول اذاك يا حبيبتي عشان ما اقولش الاسم عشان ناس يا الاسم لأ وبقين ساعات تمسيكي التليفون عايز تكلمي حد ده انا كنت عايز اكلم مين وتبصي تاني وتدوري اه انا بيحصل لا بس انا سني اه انت المفروض لأ بقى والله العظيم احنا بقين اكتر والاصغر على فكرة بقون بينسوا كمان بسبب التكنولوجي بالعكس انتو يا مدام ميمي اتربيته على على الصحة قوي اكل صحي كل حاجة كانت صحية الاول اما كنت بتيجي تديني رقم كنت بكتبه واشوف الزائد والناقس والبتاع ونكتب الورق دلوقتي بتمسكي التليفون تروح عاملك كده تعرف في الرقم على طول خلاص مخك ما بيشتغلش انا لا بحسب ولا بفتكر حد ولا بقول كله كله بقى كده تدوسي على الزرار لحاجة تجيلك ده ما بقاش بيشتغل كويس ان التمثيل ده بيخليكي الى حد ما فيه تنشيط لازدكير اه فيه تنشيط لانك بتذكري بتحفظي دور بتخرجي من شخصية لشخصية كل ده لكن انا يوم ما لاقي نفسي ان انا في التمثيل خسيت لا انا هتلاقيني قلت شكرا معد فكرتيني دلوقتي بفنان رائع رحل عننا الدوام لله وحده ولكن هو كان رائع واشتغلته كتير مع بعض وهو الراحل صلاح استعدائي فكرتيني بموضوع الحفظ لان انا كنت بس ما معرفش ان هو ما كان يقرأ السيناريو ما شاء الله عليه كان يحفظه على طول على طول ده كان فعلا بيحسن اه كان هو والله يرحمه صلاح قبيل يعني ما بيقرأ النص ما بيجبيله مثلا مسلسل او حاجة بيحب يقرأ كاملا اوله والاخر يعرف المود ايه والشخصية ايه والدع المشهد النهار ده مثلا مشهد تلاتة في حلقة كاسة بصله كده مرة مرة كده كده وخلاص حتى لو صفحتين تلاتة مونولوج طويل بصله مرة كده ويعمل بروفا وما شاء الله عليه ما شاء الله كان ايه اللي بيميزهم زاكرة فوتوغرافية انا بقول عليك زاكرة فوتوغرافية انه لما بيبص كده بيركز كده في يخش في دماغه كده خلاص فهو كان فيه الميزة دي صحيح في الاخر يا حبيب قلبي كاز السنة جالوا جالوا الزهايمر شوية مستاذ صلاح ما اعتقدش هو بس كان مختفي مش كوى لصلاح قبيل لا بكلم على السعداني شوية تعب في الاخر هو تعب بس اعتقد كان يعني الاخر وقت لا هو كان بيفتكر القديم كلنا بنحب الفتكر القديم بيفتكر القديم فيه ساعات حاجات كانت بتسقط منه كنت بتبتبت على تواصلها انا كنت بسأل عليه دايما احمد احمد سعدة اه حبيبي ده ابني طبعا جميل بابا عمل ايه عمل ايه يقوليه جميل العمدة بتاعنا ازايه يقولي زاي العسل اشتغلته مع بعض كتير اه كتير مع صلاح كتير كواليسك اتعاملت ازاي مادم اه هو ان يخش قطه يبقى جاي من برا مثلا لازم يخدوش في الاول في الاوطة يخدوش في الاول وفوق نفسه ويعمل شعر ووضب نفسه ويلبس لبسه بتاعه ويقعد فراش يلا يا جماعة يلا يخش بص في الورق كده يلا حنعمل غاد فين يقوله كت هنا يبص كده وخلاص يلا ونبتدي نشتغل في البلاتو دمه خفيف يعني يحكي نقات يقول حواديتي اسمع حاجات حكاي هو حكاي يعني يحكي تحب تسمعي اه طبعا كان مسقف اه اه مسقف جدا فتعودي تسمعي شخصية لطيفة جدا جدا الف رحمة ونور علي مين كان اقرب واحد من الاجيال دي لأستاذ حسن مصطفى اه طبعا سامير خفاجة بعجة امر اه فؤاد مهندس كان يحب حسن اوي 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 شغاله دايما معه في الافلام فان تماس اه فان تماس الافلام افلامه كلها طبعا والمسرحية سيدتي الجميلة طبعا اه كان دايما الاستاذ فؤاد يقوله الاستاذ ما كانش يقوله فؤاد ابدا الاستاذ فؤاد على طول اه في الاحترام اه اه في احترام اه كان كتار يعني اه كان بيحب ايه لحضرتك اه اعمالك هو اه يعني اه يتفرج لكن مش من النوع اللي يقولك الله انت حلوة قوي هنا لأ عمره يعني البس فستان جديد وورهوله مسلا ما يقوليش ايه الحلوة دي شو اخد باله لا لا شو اخد بالك ما يقولش ما يقولش دي حاجة تنقط اه ويبقى بيحبك قوي ما يقولك ايش بحبك وبعدين لما اقوله انت مرة بس انت قولي حاجة يقولي الحب ده افعال صح مش اوالا ما انت قاعد طول ما هنقعد اقولك بحبك بحبك ايه ايه ده يعني لأ يعني كده فهو ما كانش لا يقول ده حلوة قوي ولد وعش لكن لو شاف حاجة غلط يقول في الغلط في الغلط يقوله اه انما الحلو ما يقولش كان اب جديد يا مدام ميمي لا لا حسن لا حسن كان اب حنين جدا يحب يحب ولاده ان هو عنده بنت تالتة من ميراته الاولانية لا هو يحب ولاده جدا جدا ويحب احفاده كمان عمره ما قال حضرتك في يوم مثلا لا خلاص كفاية تمثيله عودي مع البنات لا خالص كان بيحترم السبت لا شغلة اللي هو اتجاوزني وانا ممثل هوا ممثل فيعني حيقولي سيبي التمثيل اقوله سيبي انت التمثيل هيقولي لا اقوله انا كمان لا شغلتنا وبنحبها يعني انت عارفة زمان ما كانتش الارقام اللي بنسمحها دلوقت خالص وانتو كنتو بتاخدوا حاجة جنبي دلوقت كانتش الارقام خالص انتوا تسمحها ارقام تقولي ايه ده لا لكن كنا بنشتغل عشان كنا الوضع المادي كان كده للناس وكنا بنشتغل لإن إحنا حابين شغلتنا نسحب ورقة تانية حيلا ومكتر قوي كده خالص قربنا أهو نشوفي الورقة النص التاني هو عن أستاذ حسن مصطفى يعني ده كان الكلام على أستاذ حسن مصطفى طبعا فرق السن اللي بينكو الكبير جدا كان بيسبب مشاكل كان ممكن يسبب مشاكل في الأول لو أنا يعني أول ما فكرت أتجاوز كان ممكن يبقى فيه مشاكل طبعا بالنسبة اللي يمكن أمي لأني أمي كانت بتقول ليه يعني ليه تخدي راجل مسلا أكبر منك باربعتاشر سنة وكان متجاوز ومخلف وموظف زيك زي وفي فرق المسرح يعني ممكن تتجاوزي حد ما تجاوزش قبل كده ويبقى مديا أحسن وسنه قريب من سنك وما كنش عنده ولاد قبل كده يعني كان فيه حاجات كتير قوي تخلي الأمة تقول لا أو ترفض يعني أنا اللي كان محببني في حسن إن أنا والدي توفى وأنا صغيرة فالفن كان دايما محتاج لحد يبقى معاك جنبك سندك سندك وأنا بنت صغيرة وحلوة وفي شغلي فطبعا الوسط العينين عليك كتير العينين فأنا من النوع اللي كنت بخاف شوي الحكاية دي كنت باخد ماما معايا كتير فلما اتجاوزت قلت أنا عايزة بقى اتجاوز يبقى فيه معايا إنسان فاهم شغلته كويس يقول لي ده صح وده غلط يقول لي الدور ده كويس ده وحش وهو كان عنده ظروف برضو كان عنده مشكلة مع زوجته الأولانية الله يرحمها زوجته الأولانية فكان هو بيحكي لي عن حواديته وأنا بحكي له عن حواديتي فبقى إنا صحاب بقى إنا صحاب فلما حصل إن احنا نتجاوز ما كانش غريب علي وما كنتش بفكر لسن ولا بدأ أنا بفكر إن الراجل ده مريحني نفسيا أنا وأنا قاعدة معاه ببقى مبسوطة سعيدة حاسة إن أنا متطمنة كده فلأ هو ده الراجل اللي أنا عايزة سؤال تاني بشكل تاني هل فرق السن ما يبقى الراجل أكبر بكتير أو الستة أكبر بكتير ده ممكن يسبب مشاكل لأن دلوقتي بقينا بنشوف جوازات كتيرة ممكن تبقى الستة أكبر وعادي وبيكونوا كويسين على فكرة يعني ممكن الراجل ستة عقلة بالشكل ده أو أهدأ معرفش يعني نعم أنت رديتي على نفسك أنت رديتي على نفسك كلام ده ممكن ولا ده غلط ولا ده غلط ملهاش قواعد ملهاش قواعد خالص يعني ممكن يبقى الاتنين سنهم مع بعض كويسين وهو أكبر منها بترات أربع سنين وهي وتمام التمام وهي بوضو العلاقة وممكن راجل يبقى أكبر والستة صغيرة وقادر يتأخلم معاها وقادر يرعيها ويبقى كويس معاها ويبقى لها أخ وزوج وصديق وأب وكله فتبقى بحضنها وفي ستة بتبقى أكبر من الراجل الراجل بيبقى مثلا محتاج لحنان الأم والزوجة والأخت فبتبقى دي بالنسبة له أكبر منه شوية بس هم هو حابب ده مرتاح حابب فملاش قواعد خالص تقولي أصلي دي عشان كبيرة وده صغيرة يعني السن ما يحكمش ما يحكمش لا 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 I love you ميمي جمال very much أول لاي العظيم أصلي دي حقيقة فعلا في ناس بيبقوا زبطينها قوي بالورقة والألق ويفشلوا صح ويفشلوا وبعدين في ناس يعرفوا بعض يعني من قريب شهرين ثلاثة يروح متجوزها ويبتدوا يعيشوا ويفشلوا من الأول طب يا جماعة بدل ما تقعد مثلا تجرب وتشوف دي مين ده إيه الجواز السريع ده اللي فيه طلاقات كتير ده مش حل مؤخرة بتفتكري يا مدام ميمي إيه سبطلاق كتير مؤخرة عشان مفيش فترة خطوبة زي زمان زمان الخطوبة دي كانت معمولة ليه عشان يتعرفوا على بعض عشان هي تعرفوا هو يعرف عيلتها هي تعرف عيلته هم قادرين يتحملوا بعض ولا لأ هو بخيل هو مش بخيل فلوس بس ببقى بخيل عواطف مشاعر بني أدم في الزنقة ما تلاقيهوش كل ده فترة الخطوبة بتقدر يتجمعي الشخصية دي وبعدين دايما نقول الراجل بالبدلة غير الراجل بالبيجاما الله عليك بالبيجاما بتفرق يعني أنت هنا بتشوفي الحلوة كلها والكرافات والشياكة والبرفان هنا قايم من أنهم بعجر مختلف فلازم تعرفي الأول 50% معرفة والباقي في الجواز لكن مش أتجاوز وبعدين أعرف صعبة عشان كده صعبة عشان كاب يحصل شاك بالأسف الشديد طيب إيه أكتر عمل جامع حضرتك وأستاذ حسن مصطفى وليه كيفية ذكريات مش ممكن تنسيها أبدا عملنا مطرب العواطف عملنا أصل وصورة عملنا إيه تاني مع خدوا الفلوس وجري دي جمل عملنا أفلام كمان مع بعض والمصرحية بتاعت سامير غنم هو عمل فيها دور بتاعت دور المي فاصوليا كان بيخرج يعمل الزابط في الآخر عشان جميل أنا اشتغلت مع حسن كثير هنا نفسي اسألك سؤال على مصرحيتين هم من أروع يعني ياريتو كان موجود كنت قدرت تعمل معا الحوار ده العيال كبرت ومدرست المشاغبين يعني العملين دول محفورين جوه قلب كل مصري صح بصراحة يعملوا ما يعملوا يحطوا ما يحطوا ما عرفش المصرحيتين دول تحديدا يتحطوا على الشاشة كده تتفرجي عليهم حتى لو في الأعياد يعني مفيش عيد بيجي مش ممكن إلا لازم يجي الأعيال كبرت مشاغبين سامير غانم نجم فيه لازم المتزوجون المتزوجون طبعا متزوجون مدرست المشاغبين عش المجانين عش المجانين فيه كده سطنبا في الأعياد لازم إيه السر ليه دول موجودين ومحفورين جوانا ومهما بنشوفهم يا مدام ميمي ما بنزهاج هقولك حاجة حفزينهم مدرست المشاغبين كانت بداية كل الكوميديانات دي ما كانش لسه عادل بقى نجم ولا سعيد بقى نجم ولا يونس بقى نجم ولا أحمد زاكي ولا أحمد زاكي بقى نجم كلهم كلهم كانوا بيشتغلوا علشان يبقوا نجوم حابين إنهم يظهروا يبقوا نجوم لما تعادت المسرحية بعد ثلاث سنين تعادت في اسكندرية ما كانوش بيشتغلوا بنفس المجهود خلاص بقى كل واحد فيهم بقى بطل لوحده فبقتش الحميمية اللي موجودة بينهم فكانت نكحة جدا في الأول لما كانوا كلهم عايزين يبقوا آه فتتفرجي لما مثلا أحمد زاكي كان لسه لسه بيعمل دور سوانطوط العيال كبرت كان عيلي شوية وعمل دور أحلى وكده وسعيده وحسن آه دي اللي هي دي تحس إنها دخلة كل بيت والبيت فرحان بيهم أوي يعني هما تابعنا آه في ألفة في وحفظة لفهات مش ممكن وقبل ما يقولوا بتقوليها بس عايزة تشوفيها بتستمتعي ليهم بشكل هو كان ليهم مكانة خاصة في قلبه في قلبه أستاذ حسن آه طبعا طبعا هو بيحبهم كلهم كلهم يعني قريبين من قلبه كلهم يعني وعادل برضو في الآخر جابوا معافع مرجان أحمد مرجان وجابوا حسن ومرقص يعني عادل كان بيحب حب حسن هما كانوا بصراحة يعني لا يعوضوا أيوه الجيل ده لا يعوض ربنا يدي الصحة لعادل إمام ويديله العافية يا رب ويشفيه يا رب جميل الزعيم بتاعنا وبجد يعني من وجهة نظر حضرتك سر عادل إمام هو دماغه زكاؤه ما كانش فيه سوشيال ميديا زي دلوقتي والممثلين اللي بيعملوا الدعاية لنفسهم ما كانش فيه ده ده كان مجهود وشخصي بس كان بيعرف يختار كويس وكان بيعمل هو اللي نجم نفسه تعارفة الإنسان اللي بينجم نفسه بإيده من غير أي حاجات خارجية خالص كان بيشتغل وبيسعر استمراريته يا مدام ميني أيوه يعني هو كان بيوثق الشرع المصري في كل ما راح له من أول لما بدأ بالزبط كده زي فريد شاوي شوفي فريد بعد فترة طويلة ابتدى يعمل الأيه الأب والجد عادل برده قاعد فترة الشاب الودي الشاقي والجنز وبعدين ابتدى بقى يعمل هالزعيمر ويعمل معرفش مراحل عمرية مراحل عمرية وده أحلى حاجة إنك بتعايشينا معاكي مراحلك العمرية لغاية ما عمل فالنتينو عادل إمام هو عادل إمام الناس بتحب عادل إمام إن شاء الله يخش يقول جملة ذكرها في نفسنا من جوة في قلبنا بنحبه إنسان الناس بتحبه وده ما مش بالسهل ده ما بيجيش بالسهل في نهاية اللقاء بتحبي الفن قد إيه يا مادم يعني بتتكلمي عنه بكل حواسك وانت بتتكلمي دلوقتي يعني ووسط الحوار كذا وأنا عايز أمثل وأنت صغيرة وعايز أمثل واكي الشغف الإحساس ده فالفن بالنسبالك ونفسك تشوفيه رايح فين وإيه اللي مدايقك قوي في النهار ده وعايز دايب أحسن بحب أنا عايزة المؤلفين يهتموا أكتر يعني أما بتشوفي المسلسلات اللي فيها 30 حلقة و60 حلقة والحاجات دي لازم يبقى فيه تطور كويس في الشخصية المؤلف دلوقتي ما بقاش فيه مؤلف واحد دلوقتي ورش للأسف فالورش دي بتعمل إيه ما بتبقاش روح واحدة اللي بتتكلم ما بيبقاش دمه واحد ونفس واحد نفس واحد فبقى فيه اكتب انت المشاهد الكوميدي اكتب انت المشاهد العطفية اكتب لي انت الشوارع اكتب لي ده وبعدين جمع ده كله على بعضه واعمل نص حلو بس الروح بتبقى شوية عيمة فانا نفسي طبعا المؤلف اللي يقعد يكتب عمل من أول والآخر وكده عشان كده كانت الأعمال زمان أقوى بيقعدوا بالستة الشهور وبالسنة وبعدين يمكن كانت المؤلفين كمان بتنزل المناطق وتشوف الناس عايشة ازاي تمام بالأسف النهاردة وما يزعلوش مننا يعني احنا بنتكلم كده علشان عايزين الحاجات تبقى أحسن أكيل لأن احنا عندنا غيرة على فننا وعلى كتباتنا بصراحة طبعا إن هما كانوا التي بيكتبهم على المكتب انزل الشارع شم ريحته عاشر الناس وارجع اكتب الخبرة اللي انت شفتها والمناظر اللي انت شفتها مش مجرد تقعد تكتب وانت قاعد على مكتب ما انت كده في جاب يعني عموما عموما يعني عموما في أعمال كويسة كتير في أعمال كويسة كتير وفي أعمال لو كان اللي بيكتبها واحد كانت هتبقى أحسن إحنا نحسها كممثلين لكن الجمهور طبعا ما بيحسش بالحتة دي لأنه أنا بقولك هو المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي هي التأليف شوية الإخراج بقى هايل جدا الشباب الجودات كلهم جمال قوي قوي بحبهم كلهم صراحة وإن شاء الله اللي جاي بقى أحلى العتاولة تلاتة مضت يولا لسه العتاولة تنين اتنين سوري احنا قلت رغبط عتاولة تنين مختلف هيبقى مختلف عايزة شوف الشخصيات هم هم طبعا يعني السقق وبرده وباسم وباسم حبيبي الوزان الوزان رهيب وبقية الشخصيات هتبقى موجودة طبعا مش عارفة إيه السكة الجديدة اللي حياملوها لكن إحنا موجودين فإن شاء الله يطلع حلو زي شانا اللي فاتت إن شاء الله مختلف وكان فيه نجوم كتير قوي وده اللي كان الورق الورق فاتح سكك في سكك صح فلما بيبقى الورق كده بيديلك فرصة إنك أنت تشوفي كل كابل لوحده ده بيعمل إيه وده بيعمل إيه وعدين يتشبكوا مع بعض تاني كده أستاذ زميمي جمال نورتيني واللقاء معاك ممتع جدا واللقاء ما بيخلصش يعني أنا ممكن أنا عادة أفتح في مليون قالت الموضوع دلوقتي بصراحة فبلاقيت نفعن اللقاء ما حاليك ما بيخلص للأسف وقت البرنامج خلص للأسف أرجوك لها الأغنية جبت لها الأغنية برافو روح 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 مش روح مش روح حاجة تعتقد وعندك أوقات لما بنتجاهل برضو حلوة من الجديد بتاع أصالة فيه كده أوقات اسمها لما بنتجاهل أعتقد دورت مش موجودة طب أعتقد لنا أي حاجة الأصالة عشانه عيون ميمي جمال وعايزين نشوفك في المسرح قريب شيرينا عبدالوهاب طبب ما عندكش حاجة لعندنا أصالة بس أغنية تانية أغنية تانية بس أنا نفسي شوف حيبق على المسرح تاني هنا في السعودية أنا روحت السعودية عملت المسرحية مع ليلى علوية أيوة وقت حلوة قوي قوي صندوق الأحمر صندوق الأحمر وإن شاء الله مسرحيات أكتر وهم مدين فرصة للمسرح طبعا هو دلوقتي هندي اللي رايح ومن التاني كان في يسرى وأحمد عيس ويسرى وأحمد عيس أيوة واللي جاي إن شاء الله وإحنا بكرة هنا على نجوم أفقام بننقل حفلة جميلة جدا لوردة عاملين بكرة ليلة وردة أصالة ومنسي عجرم وأعتقد ريما عبدالحكيم أصلا غاني وردك حلوة قوي أنت عتسجلي من هناك رايحة لا مش رايحة أنا طالعين بكرة لايف من هنا بننقل الحفلة أكيد هتبقى هيلة وردة يعني فالله يرحمها كانت جميلة وصوت جميل ودول لن يتكرروا أبدا مدام ميمي نورتينا النهاردة وكل سنة وإنتي طيبة وكل سنة وإنتي حلوة ومتقلقة وجميلة وإنتي كل سنة وتبقى نجحة وبرنامج يبقى ناجح ويبقى حلو زي ما أنت حلوة كده لجيتك على راسي النهاردة والله بجد بحبك وأنا كمان وأتمنى النهاردة فعلا نكون قدينا صهرة حلوة مع ميمي جمال و أسرار النجوم بشكر جدا كل مستمعينا في كل مكان بشكر جدا ضفتي لنواريتني النهاردة اللي كان نفسي على معالقاء من زمان قوي حواديد معاها اللي ما بتخلش هي صندوق أسرار كبير وعميق ومليان خبرة وفن ومقابلات وشغل وحياة مليان حياة بشكركم جدا واستنونا أكيد ديوم الخميس الجاي وحلقة جديدة من أسرار النجوم بس إن شاء الله ومني ليكو تصبحوا على ألف خير كنتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في نجوم أفقام على كيفاني ترجمة نانسي قنقر